بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما علمنا أن نحمد والصلاة والسلام على أفضل الخلق سيدنا محمد أيها الإخوة أيها الأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وردنا سؤال عن صلاة الاستخارة أو دعاء الاستخارة وفي البداية نؤكد أن الاستخارة هي طلب الخير من الله نقول مثلا والله استخار فلان أي أنه طلب من الله أن يختار له عندما تعجزه الحيل وتتحير وتتنكب به الطرق هو يلجأ إلى مولاه ليدله ويهديه نحن نقول في صلاتنا ونقرأ قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم فنطلب من الله الهداية إلى الطريق الصحيح الذي فيه النجاة وفيه خير الدنيا والآخرة فصلاة الاستخارة أو دعاء الاستخارة هو دعاء علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام وثبت في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه دعاء الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن وهذه الصلاة إذا قلنا صلاة يصلي الإنسان ركعتين كأي ركعتين ثم وهو جالس يدعو الدعاء المأثور سأذكره الآن لكنه لا بد أن نفهم أن المقصود بالاستخارة أن يصلي ركعتين كأي ركعتين لكن لا بد أن تكون هاتان الركعتان يعني على شيء من الاستحضار من الخشوع من التوجه لكي تصف النفس ويخضع القلب وتأتي واردات الرحمن لا إله إلا هو على النفس المخبتة المقبلة بعد أداء هاتين الركعتين يتوجه الإنسان إلى مولاه بهذا الدعاء يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر أي في شراء هذه السيارة أو هذه القطعة من الأرض أو في زواجي من فلانة أو في هذه السفرة إلى مكان كذا اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر خيرا لي في ديني ودنيايا ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله يعني ممكن أن يقول هذه أو تلك فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني وفي معاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري أو آجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به هذا الدعاء دعاء الاستخارة يقول بعد أن نصلي ركعتين فإذا انتهينا من صلاة الركعتين ومن هذا الدعاء إذا كان هذا الموضوع الذي أنت تستخير عليه يعني من الأمور المستحبة أو الأمور التي يحبها الله فبالتأكيد سوف تشعر بنوع من الراحة والطمأنينة القلبية بعد الصلاة تشعر أن نفسك ارتاحت وأن جوارحك أخبتت وأنك منشرح الصدر لهذا الموضوع أما إذا وجدت بعد الصلاة أن صدرك ضاق وأنك يعني لا تشعر بفرح ولا بطمأنينة لهذا الذي أنت تختار عليه فيمكنك أن تتركه لكن الإشارات كيف نعرفها الإشارات الربانية تأتي من الطمأنينة من انشراح الصدر من الشعور بالفرح من هذا الباب وعند ذلك يزول التردد ويرتفع يعني منسوب الرغبة في الأمر الذي أنت مقبل عليه ويعني ليس بالضرورة أن كل أمر من أمورنا سوف نعمل عليه صلاة استخارة وبنصل لركعتين فبعض الأمور يعني معروفة لا تحتاج إلى استخارة يعني خيرها فيها خيرها واضح فلا نستخير على الأمور الواضحة الظاهرة اللي ما فيها التباس فالاستخارة تكون في الأمور التي يلتبس فيها وجه الحق بغيره أما إذا كان الأمر واضحا بينا موافقا للشريعة خيره ظاهر وشره مأمون وهو يعني له إيجابياته التي لا يختلف عليها اثنان عند ذلك لا يحتاج الأمر إلى استخارة وإنما كما بينا في البداية أن الاستخارة تكون في الأمور الملتبسة التي لا يتضح فيها وجه الحق فنطلب الخير من الله نمضي حسب ما ينشرح له الصدر فممكن تظهر بعض العثرات ممكن أننا نمضي في طريق وتظهر أثناء التطبيق بعض العثرات إذا ظهرت هذه العثرات يعني يكون في يقيننا وقد استخرنا الله أن هذه العثرات إنما نشأت لكي ننصرف عن الموضوع فلا نشعر بأي حزن أو انفعال أو ضجر وإنما نستسلم لمراد الله فإن الخير دائما فيما يختاره الله أحيانا نحن البشر المحاويج الضعاف نختار أمر من الأمور ظاهره خير لنا ولا نعرف نحن البواطن ولا نعرف النتائج البعيدة فقد تظهر في الآخر الطريق عقبات وصعوبات الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار ما كان لكم الخيرة فنرضى بحكم الله وبقرار الله ونستسلم عند ذلك إن شاء الله نعيش حياتنا في راحة وطمأنينة بعيدا عن الضجر أو الشعور باليأس والكسل والخيبة دائما مع خيار مولانا رب العالمين نحن سعداء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعدكم في هذه الدنيا وفي الآخرة وهو المستعان وعليه البلاغ والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ويزي ويزي شيء من كل شيء اشتركوا في القناة